وضيف لدخول الاجتماعية المقبل بسيطرة لأغلبية تعود للجنس اللطيف في مسابقات التربية والتعليم العالي حيث حصدت النساء على 90% من نتائج توظيف وتكشف آخر الأرقام سيطرة العنصر النسوي على أهم قطاعين في الوظيفة العمومية تتمثل في التربية والصحة وزحف العنصر النسوي على مهن الرشال كسلك الأمن حتى القطاع الخاص فإن العنصر النسوي اقتحم هذا القطاع بقوة فما هي أسباب توظيف العنصر النسوي أكثر من الرجال في المجتمع الجزائري الحديث عن هذا الموضوع أسعد باستطافة سيد عبد الكريم حمزاوي أخصاي اجتماعي أهلا بك دكتور وصباح الخير أهلا بك زلفلون ما تهلم أهلا إذن ربما الأولوية للمرأة في التوظيف سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص محلات تجارية تشترض امرأة في إعلانات التوظيف كل هذا نشاهده ربما في حياتنا اليومية ونحن نتنقل في هذا المجتمع تبقى لقواني الجمهورية على رأسها الدستور الجزائري فإن فرص العمل تمنحه للمرأة كما للرجل يعني بالتساوي لكن الواقع يقول عكس ذلك في نظركم أنتم لماذا ومن خلق هذا الوضع إذن بداية لابد أن نكون منصفين أخي بلال يعني بمعنى أنه في العشرية الأخيرة أو تقريبا 15 سنة الأخيرة فإن معدل نجاح المرأة الجزائرية في البكالوريا وفي مستوى الجامعي قد ارتفع بكثير بالمقارنة مع الرجل يعني وبالتالي زادت حضوضها أكثر في الكثير من المناصب التي تتطلب مستوى تعليمي عالي لكن هذا لا ينفي الظاهرة وهي لا عدالة في توظيف المرأة دون الرجل وقد قامت قناة النهار بكثير من التجرب الاجتماعية بيّنت عمليا كيف أن الكثير من أرباب العمل يفضلون المرأة على الرجل خاصة إذا كانت صغيرة في السن وإذا كانت تتميز بمميزات يعني معينة مثلا جمال الوجه أو جمال الجسم إلى آخره إذن وبالتالي فإن هناك أغراض أخرى وأهداف أخرى من وراء هذا التوظيف إذن وبالتالي وهي العموم هي أغراض متعلقة بالجانب الجنسي وبالجانب الأخلاقي إن صح هذا التعبير حيث لاحظنا مثلا أن الكثير من المحلات التجارية قمنا بدراسات في الميدان في المجتمع العمل لاحظنا أن الكثير من المحلات التجارية أيضا مؤسسات الخاصة توظف مثل المطلقات المطلقات خاصة إذا كنا صغيرات في السن إذن وطرحنا السؤال طبعا من خلال استجوابات ومقابلات مع الكثير من النسوة يعني لم نحصل على أجوبة مباشرة ولكن من خلال الذكاء البحث ومن خلال الملاحظة المباشرة وغير المباشرة لاحظنا أن هناك في سوق العمل تحرشات كثيرة وكثيرة جدا بالمرأة إذن وبالتالي فهناك يعني إن صح هذا التعبير يعني تناقض قائم من جهة هناك استقطاب للمرأة أكثر من الرجل وتوظيف للمرأة أكثر من الرجل ولكن في المقابل فإن الهدف ليس اقتصادي بالدرجة الأولى وإنما الهدف يعني هو أخلاقي يعني هو نوع من أنواع الانحراف الذي يتسم به بعض المسؤولين وبعض أرباب العمل سواء في القطاع الخاص أو حتى في بعض المؤسسات العمومية دون أن نسمي هذه المؤسسات كنا نعلم أن الأولوية في منح فرص العمل هي تكون للمرأة بدرجة الأولى على حساب الرجل فما هي العوامل التي تتحكم في التوظيف في الجزائر في نظركم هناك الكثير من العوامل تحدث عنها منذ ثمانية قرون عبد الرحمن بن خلدون ما زال الكثير منها قائما مثال ذلك المحسوبية علاقات القرابة العلاقات الشخصية ثم تأتي بعد ذلك خاصة أمام التطور الرهيب الذي عرفه المجتمع الجزائري أمام ظهور الأسرة النووية أمام تحرر المرأة إن صح هذا التعبير حيث أصبحت المرأة الآن أكثر استقلالية من النحية الاجتماعية وأكثر استقلالية من النحية المادية بالعكس مما قلل من حمايتها من طرف الأسرة لأنه في السابق كانت المرأة محمية من طرف العائلة الممتدة من طرف المجتمع ولكن في المقابل كانت تعرض لضغوط كثيرة جدا منها رفض المجتمع بصفة شبه مطلقة لعمل المرأة يعني لو رجعنا إلى خمسين سنة إلى الخلف إلى الوراء كانت المرأة مقبولة في بعض المهن المحدودة فقط كأن مثلا تلتقط الزيتون في بعض القرى والمداشر أو تقوم بأعمال منزلية مثلا طرز أو صناعة الزرابي إلى آخره ولكن في المنزل هناك شروط قاسية وقاسية جدا كان يفردها المجتمع لكن مؤخرا أمام تحرر المرأة وأمام رفع القيود الاجتماعية إن صح هذا التعبير أمام تفكك العائلة الممتدة وظهور الأسر النووية وبالتالي اكتساب المرأة لهذه الحرية مما جعلها في استقلالية ولكن في المقابل أصبحت دون حماية وبالتالي فهي أصبحت عرضة لابتزازات بشتى الأنواع وبشتى الطرق وكأنها تدفع ثمن يعني من جهة يتم توظيفها بسهولة ولكن من جهة أخرى تدفع الثمن في الكثير من الأحيان حتى أنه في بعض الأحيان وهناك يعني الكثير من الفيديوهات منتشرة في اليوتيوب بيّنت فضائح كثيرة وكثيرة جدا في بعض المؤسسات مع بعض المسؤولين حيث تم تصويرهم يعني كيف أنه مدراء شركات مسؤولين يعني يبتز المرأة والعاملة كما قلت يبتزها ابتزازا ويساومها يعني في شرفها على المباشر مقابل هذه الوظيفة أو في الكثير من أحيان مقابل الاستمرارية في هذه الوظيفة خاصة إذا كانت تحت ضغوط أسرية كما قلت يعني بعض النساء يعني مطلقات وربما لديهن أولاد وبالتالي لا بد أن تصرفنا على هؤلاء الأولاد وبالتالي فهي مضطرة إلى الخضوع لهذه الضغوط وهذه الابتزازات ومما ينشر الكثير والكثير من الآفات الأخلاقية في المجتمع نقول بعد دراسات أنا توظيف النساء مرده كونهن أكثر مردودية من الرجال وأكثر التزاما بتطبيق تعليمات العمل هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح هناك علاقة منهجية لأن الدراسات السوسيولوجية قائمة على مدة المنهجية على البحث العلمي هناك ظاهرات يسمى arc fact يعني باللغة الإنجليزية بمعنى علاقة وهمية هناك الكثير من الدراسات الخاطئة التي ربطت بين عاملين غير صحيحين حيث ربطت ارتفاع مردودية الكثير من القطاعات بارتفاع معدل العمل النسوي هذا خطأ في الحقيقة أن الدراسات الفعلية الحقيقية بيّنت أن السبب الحقيقي هو التطور التكنولوجي الرهيب لأن الآن المردودية ليست مرتبطة باليد البشرية بقدر ما هي مرتبطة بالتطور التكنولوجي الرهيب حيث أن الآن ظهرت مصانع مثلا في اليابان وفي ألمانيا وحتى في وليات المستدر الأمريكية يعني مصانع تشتغل تقريبا بنسبة 90% عن طريق الآلات فقط إذن وبالتالي فإن متغير الجنس في الميدان يعني غير قائم بتاتا بالعكس والصحيح حيث أعطيك مثال تحدثت عن قطاع التربية خطاع التربية لو رجعنا إلى الخلف كان معدل عمل الرجال يعني المعلمين يعني التقم الضكوري إن صحة التعبير كان أكبر بكثير الشيء الملاحظ أن المردودية التعليمية كانت أفضل بكثير يعني كان خريجي المدارس منذ حوالي 30 إلى 50 سنة وخريجي المتوسطات والثانويات وحتى خريجي الجامعات أكثر كفاءة بكثير منه حاليا إذن وبالتالي على خلاف المدة الأخيرة أين ارتفع يعني معدل العمل النسوي في قطاع التربية وفي قطاع الصحي وما أدراك ما كوارث قطاع الصحي التي تحدث مؤخرا من الجرائم التي ترتكبها القابلات أو بعض القابلات حتى ننتهم كل القابلات وبعض الطبيبات وبعض التقم الصحي بما أنك تحدثت عن قطاع الصحي والقطاع التربية الذي استقطب آلاف مؤلفة من الموظفات الشيء الملاحظ وأيضا قطاع الإدارة كذلك يعني البريد والمواصلات البلديات إلى آخره الشيء الملاحظ أن مردودية هذه القطاعات تراجعت بكثير وهذا من خلال دراسات قام بها باحثين في المجتمع التنظيم وعمل إذن وبالتالي وأيضا دراسات قام بها باحثين اقتصاديين جزائريين إذن القول بأن توظيف المرأة لأنها أحسن مردودية هذه مفارقة خاطئة بالعكس هناك عوامل سلبية أخرى تدفع رب العمل إلى توظيف المرأة منها أن المرأة رخيصة اقتصاديا بمعنى أن المرأة لا تطلب أجر عالي من جهة أخرى الشيء الملاحظ في الدراسات النقابية لاحظوا أنه في المؤسسة كلما كان معدل العمل النسوي أكبر كان العمل النقابي أضعف وبالتالي المطالبة بالحقوق أضعف يعني رب العمل كاستراتيجية من أجل محاربة العمل النقابي ومن أجل وهي الدراسة قام بها باحث فرنسي اسمه مارسيل ستروبنت في كتابه سوسيولوجي دي تخافاي يعني بيّن أن المؤسسات التي تغلب فيها النساء يعني في بعض الأحيان تغلب فيها النقابات كليا أو تكون يكون فيها النشاط النقابي ضعيف وضعيف جدا مما يشجع أرباب العمل على التسلط وعلى استفراد بالرأي وعلى هضب حقوق العمال إذن وبالتالي نؤكد أن استقطاب النساء أكثر من الرجال ذلك لأن المرأة من النحية النقابية أي أقل مطلبية وأقل احتجاج أيضا يعني لو لاحظت في الجزائر أن معظم القطاعات التي يغلب فيها الرجال نجد فيها الاحتجاجات ونجد فيها مطالب كثيرة وكثيرة جدا طبعا لأن الرجل مطالب بالكثير والكثير من النفقات في المقابل القطاعات التي تغلب فيها النساء الدراسات السوسيولوجية بيّنت أن الاحتجاجات فيها قليلة والإضرابات فيها قليلة إذن هذه هي يعني العوامل الحقيقية أنا ترى بأن توظيف العنصر النسوي في الجزائر هو رجع لكثرة النساء في الجزائر أكثر من الرجال عندما نتحدث أخي بلال في علم الاجتماع نتحدث بالنسبة المئوية ولا نتحدث بالأعداد إذن وبالتالي عندما نأخذ سوق العمل أعلى العموم لحد الآن لا نقول أن هناك غالبة للنساء ولكن هناك تسارع رهيب لحد الآن سوق العمل يعني يستقطب الرجال أكثر من النساء لحد الآن ولكن من عشر سنوات إلى خمستاش سنة الماء الأخيرة فإن هناك تسارع رهيب يعني بمعنى أن هناك توظيف هائل للنساء بالمقارنة مع الرجال وهناك بطالة رهيبة يعرفها الرجال في المقابل أخي بلال انعكس سلبا على سوق الزواج انعكس سلبا على الاستقرار الاجتماعي في المجتمع لأن الشيء الذي لاحظناه أنه ارتفاع معدل الطلاق أعطيك معلومة قوية وقوية جدا من ناحية العلمية شيء الذي لاحظناه أن زيادة معدل عمل المرأة في الجزائر زاد من معدل الطلاق في المجتمع لماذا؟ لأن المرأة العاملة المتزوجة يعني يصعب عليها التوفيق بين دورها داخل المنزل كربة منزل وكربة أسرة ودورها خارج المنزل أتابعنا ربما لما المرأة تعمل وهي متزوجة هو سبب من أسباب الطلاق؟ بالتأكيد هذا ما أريد أن أشير إليه أنه من أكبر أسباب الطلاق في المجتمع هو عمل الزوجة أو عمل الأم أفتح قوس فقط انتبه الأوروبيون إلى هذا العامل فماذا فعلت بعض الدول الأوروبية؟ الأمهات العاملات يعني تعطى لهن يعني عطل مدفوعة الأجر يعني يطلب من الأمهات البقاء والمكوث في بيوتهن مقابل إعطائهن منحة أما في الجزائر هناك منحة المطلقات ولا توجد منحة الأمهات المكثات في البيوت يعني وكأن المشرع يشجع الطلاق يشجع المرأة على الطلاق ولا يشجعها في المقابل على تربية أبنائها وعلى الاستقرار الأساري يعني بالعكس الشيء الذي لاحظناه أن هناك علاقة طردية ما بين ارتفاع معدل عمل المرأة وبعض الآفات الاجتماعية مثل آفة الطلاق آفة العنوسة أيضا شيء الذي لاحظناه أن هناك علاقة وطيدة بين ارتفاع معدل عمل المرأة وارتفاع معدل العنوسة لأن الرجل الجزائري رغم الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها الرجل البطالة التي يعيشها إلا أنه يرفض في الكثير من الأحيان أن يتزوج بالمرأة العاملة يعني والشيء الذي لاحظناه أن المرأة عندما تخير ما بين العمل والرجل تختار العمل ومما يعرضها إلى العنوسة لذلك خرجنا بشبه نظرية تقول أن المرأة الجزائرية ذات المستوى التأليم العالي العاملة أقل حظا في الزواج وأكثر حظا في الطلاق وفي بعض الأحيان في الكثير من الأحيان هي معرضة كذلك حتى للانحراف الأخلاقي نظرا للمساومات التي تتعرض إليها في سوق العمل هناك طابوهات للأسف الشديد أخي بلال طابوهات لا تتكلم عنها الكثير من الإعلام يعني عاد قناة النهار التي طرحت الكثير من المواضيع وحتى المجتمع الخارجي طرحوا عليها أسئلة قالوا لي ما بها قناة النهار؟ لماذا تتحدث وتفضح؟ قلت لهم قناة النهار تتحدث عن الواقع المرير قناة النهار تتحدث عن أعماق المجتمع لأن هناك طابوهات كثيرة وكثيرة جدا لنتحدث عنها هناك ملاحظة أخرى لا نستحي من قولها أخي بلال أن المرأة العاملة أصبحت لا تعطي حتى زوجها حقه في الفراش لأن المرأة العاملة تنهك قواها الجسمية وتنهك قواها المعنوية مما يجعلها تنفر من فراش الزوجية وأيضا هي أقل خصوبة من المرأة المكثة في البيت سيد حمزاوي المتحدث عن محلات تجارية تشترط أو مناطق أو مؤسسات تشترط إمرأة في إعلان التوظيف ربما في بعض الدول مجرد الإعلان عن عرض توظيف مع تحديد الجنس أي ذكر إمرأة كشرط توظيف هو الفعل هنا يتحول إلى عمل عنصري يعني تفضيلي نعم يمكن القول أنه أحد الأسباب لكنه ليس السبب الرئيسي وأحد الأسباب ليس السبب الرئيسي تحدثت من قبل عن الأجر لأن الرجل لديه شروط في العمل الرجل لديه شروط لماذا؟ لأن الرجل لديه استراتيجية حياة الرجل عندما يقبل على العمل فهو مقبل على الزواج فهو مقبل على مسؤوليات وبالتالي لا بد له من وظيفة ذات أجر عالي في حين أن سوق العمل في الجزائر لحد الآن خاصة الأعمال الغير مراقبة من طرف الدولة لأننا عندما نتحدث عن سوق العمل لعلمك أخي بيليل أن 70% إلى 80% من المهن في الجزائر غير مراقبة من طرف مصالح الضرائب يعني مثلا مهنة الخياطة مهنة صناعة الحلويات المخبزات كما قلت مثلا المحلات التجارية البائعات في المحلات التجارية غير مسجلات يعني غير مصرح بهن يعني وبالتالي قمنا بإحصائيات سوسيولوجية وجدنا حوالي 80% من العمال والعاملات على الخصوص غير مسجلين رسميا غير مصرح بهم يعني غير مؤمنين إن صح هذا التعبير إذن وبالتالي في حين أن الرجل يطلب ضمانات من حيث الأجر يطلب ضمانات من حيث التأمين يعني لمصلحته ولمصلحة أسرته إذن وبالتالي هذا ما يجعل الرجل يعني ينفر من سوق العمل أيضا ملاحظة أخرى مهمة جدا لابد أن نتحدث عنها عندما نتحدث عن العنصرية العنصرية كذلك إحدى الصحوفيات يعني جاءتني كباحث وتحدثت عن ما يسمى بالتحرش الجنسي ضد النساء فقلت لها أن هناك أيضا تحرش جنسي ضد الرجال كذلك يعني أيضا لا بد أن نشير أخي بلال أنه الآن هناك إن صح هذا التعبير هناك تحرش جنسي للمرأة في سوق العملية الأخرى أصبحت المرأة الآن تستخدم بعض الوسائل بعض الوسائل التي من المفروض أن يراقبها القانون أعطيك مثال بسيط مضحك أحد رؤساء البلديات وضع لافتة في مدخل البلدية الرجل الذي يرتدي السلوان يعني نصف الساق إن صح هذا التعبير شورت لا يحق له الدخول في حين أن الشيء الذي لحظته كباحث بعض النساء ترتدينا يعني تنورة قصيرة جدا أو ما يسمى بالفيزو تدخل بشكل عادي تماما سواء كانت موظفة أو غير موظفة فقلت يعني لعون الأمن يعني من باب الضحك وقلت له سأرتدي لباس سائقي الدراجات لوسيكليست أنت تعرف ماذا يرتدي لوسيكليست فانفجر من الضحك قلت له يعني أرتدي هذا اللباس حتى يحق ليك رجل أن أدخل حقيقة أن الجزائر تعيش عنصرية في مجال العمل تعيش عنصرية أخي بلال لا بأس بالمساواة فلنقول يعني لا بأس بالمساواة ولا بأس بالديمقراطية لكن الشيء الذي لاحظناه أن الكثير من النساء عندما تكون المعادلة في صالحها تقبل بها لكن عندما لا تكون المعادلة في صالحها لا تقبل بها لديها عطلة الأمومة لديها عطلة الرضاعة لديها عطلة وعطلة وعطلة لكن السؤال المطلوح ماذا يكتسب الرجل في المقابل أعطيك مثال بسيط لديها صديق في كندا نعم صديق في كندا ولدت عنده بنت فعطوه ستة أشهر خاصة بزوجته زوجته لا تعمل لديها ستة أشهر حتى وإن كانت لا تعمل ستة أشهر وهو كعامل أيضا لديه ستة أشهر فعطوا له سنة بأكملها للرجل لأنه هو الوحيد الذي يعمل في الأسرة تصور معي في كندا ماذا يفعلون في المقابل في الجزائر يعني يظلم الرجل يظلم الرجل بشتة الطرق وبشتة الوسائل ويتهم في حين أن المرأة قدمت لها حقوق كثيرة وكثيرة جدا تجاوزت حقوقها بكثير وإن كان هذا الشيء لا يخدم مصلحة المرأة لأن العنوسة ترتفع معدل بطالة الرجوع ترتفع وبالتالي فإن نسبة زواج النساء يقل نسبة طلق النساء يرتفع وبالتالي كل هذا ينعكس سلبا على المجتمع بأكمله شكرا جزيلا لك دكتور ونزل من كار ضيفي اليوم في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر